لقرب الاول يعني بنفتخر ان هو بصري المصنف الاول على العالم علي فرج اهلا بك عليك اهلا بك وللاسف كابتن وجود عالمة ما بنا كشفنا احنا كنا نفهمين المشاهدين احنا طوال والدنيا تمام وانا ايه كشفتنا لازم لازم نشاب بفيه دلوقتي الحكوميل عليك فوس مستحق واعتقد يعني انك ترجع في النتيجة وده محمد شرباجي من لتلاتة اتنين انجاز صعب قوي قوي بصراحة محمد انا متأكد كابتن عاشف الكلم يعني انا مش عارف الكلم بعد كابتناشف كابتناشف هو اللي مربيني هو اللي معلمني كل كالي بالك وقت الجيمة عمالي يقولي انا اللي معلمه اللوب ده انا اللي معلمه والله لا ده حقيقة ده حقيقة انا اتبرده عاشف كام سنة في حياتي سنين اه لا يعني محمد الشرباجي بطل كبير جدا انا معتبره اعظم واحد في المصريين على مدار التاريخ فانا انا اقدر اشارك معاه مسرح كبير زي ده وكمان اتقلب عليه بعد اتنين صفر تاح لا حاجة بالنسبة لي فخر كبير جدا الحمد لله فكرت في ايه والنتيجة طولف هل كان عندك يعني كان لسه عندك ايمان جواك ان انا لا ممكن ارجع في نتيجة ولا الدنيا نام وقت شوها جواك هو صراع صراع تاكتكس هو محمد بدأ مبطأ اللعب جدا وانا عايز العب بسرعة وكتر ما هو كرتو مظبوطة مش عارف اعمل كده فكنت عمل اول نفسي حالي مش مهم من نتيجة حاول تطبق طريقة لعبك ولو عارفت اعملها يمكن باللياقة بدانية قدر اتقلب عليه والحمد لله ربنا وفق في بداية كل جيم خدت بالك يا علي ان في نهاية الجيم التاني كان فيه كرة دابل فيك اوب عليك قدام والحاكم عمل عليها ريفيو وان الكرة دي بالذات ادت شوية نفس كان ناين ايه وادت شوية نفس لمحمد ويمكن لو ما كانش عمل عليها ريفيو كان يمكن دكسب الجيم التاني ممكن جدا طبعا بس انا برضو في الوقت ده الواحد مشدود نفسي انه كلها قدت عصح انا مش عارف اصح اولا غلط يمكن قدران غلط مني بس انت بتقول على دابل بس انت كنت شاكك فيها وحتى تبسيت لبرة وقالولك دابل ما خدتش بالك وقلت عمل شاك طمعان فيها لكن لو انت سبتها كان ممكن جدا تكسب الجيم التاني وفي الوقت ده انا كنت اعتقد انا كنت هتكسب تلاتة واحد يعني بتهيالي كده بس طبعا الحمد لله ان انا حتى بعد مقصرت اتنين سفر قدرت ارجع الحمد لله هتلاقي الجيمي عالي دايما انا وكابتن مناخد بانا انت بتبس الكريم درويش عشان تسأله اذا كان الكورة دي تطلب فيها ريفيو ولا لا الكلام ده بيحصل اولا لا مش اطلب فيها ريفيو ولا لا بس انا ببس الكريم درويش ااخد منه طبعا طبعا لكن في قصة الريفيو لا 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 بحاولها اخليها من نفسي عشان الواحد بيبقى حاسس بالملعب اكتر من اي حد برا يعني كويس اوقات كتيرة قوي كنت بتطالب الحكم ان هو يسرع رتم القبق وتقول له بتشتكي ان محمد كسا مرة بيروح يمسح وشي ويشرب مايا كلام ده كله انت كنت حاسس بالخصم كنت بحس ان محمد تقب وعايز اللي يتمي الجيمي بقى اصرع شوية في لحظات كده انت ببقى حاسس بالخصم بتاعك انه يمكن تعبان اكتر منك شوية هو مش تعبان وانت مش تعبان هونتو الاتنين تعبانين سواء تعبان اكتر شوية فابقى عايز استغل النقطة هنا بس زي ما قلتلك يعني محمد خبرة جدا كان بيعرف امتى يوقف الماتش مش بس ما بين النقط بطريقة اللعب وفي وص اللعب كمان بصراحة لعيب خبرة كبيرة جدا وزي ما قلت في الملعب يعني انا بتعلم منه كل يوم فعلا يعني فوسك على محمد في بطولة العالم وطبعا كان الشوت الثاني اعتقد اول ثالث كان محمد بتقاطب نتيجة سبعة لا شيء سبت فكرت في ده وقت وانت جوه الملعب نهاردة اه لا بص يعني اقولت تمانا قبل كده كنت متأخر في نتيجة سبعة صفر وقدرت الملعب الكمباك وارجع تاني ولا لا يعني ما جاش في دماغك ده ممكن سبكونشس لي ديتني سقة بس لا انا ما جاتش في دماغي بصراحة النهاردة بس الواحد لما يبعدني في خبرات قبل كده انه كان ورف النتيجة وعرف يرجع ده بتديله سقة وهو جمال لعب وانا النهاردة زي ما قلتلك خلاص بقى بعد اتنين سفر قلت عليه خلاص مش مهم النتيجة اهم حاجة طبق طريقة لعبك تلاقي طريقة ما تروحش وانت قصرا تلاتة سفر من غير ما تحاول انا حاس ان انا كنت هخلص وانا لسه مش تعبان فده كان يبقى اكتر احساسي ديني فعلى اقل ان انا ادر تدي احسن مع انتي والحمد لله ان ربنا وفى وادرت اكسب يعني الحمد لله كان النهاردة كان حاسس ان او كان لي اي فاكت شوية عليك انت كنت يعني محمد الناحية التانية كان كسبان طريق ثلاثة سفر انت كنت كسبان ثلاثة واحد الماتشك كان اصعب شوية وحتى الكور تايم كان اطول شوية كنت حاسس ان ده مأثر على بدايتك البطيئة نوعا ما في الجيم؟ اه ممكن ممكن بصراحة مش متأكد اه بس زي ما قلتلك انا مش حاسس انها بدأت بطيئة عشان كنت تعبان حاسيتنا هو لعب بطريقة زكية انا معرفش اتعقلم عليها بسرعة بس يعني زي ما كابتنا قشف عارف ادي احنا بنتمرن لياقة بدانية فده خليني قدر يبقى وايف على رجلي وماتش بالنسبة يا علي للجيم التالت نص الجيم التالت محمد حسيت النفذي وحتى اخر الجيم التالت سابق كورة ونزل تلاتة اربعة دون عشان يخلص وقال للحاكم انا حاوز الفيزيو في الديقتين بتوعي واحنا طبعا كنا عارفين انه هياخد الديقتين ووراهم تلاتة فخد بعد الجيم التالت خمس دقايق في الوقت ده انا متأكد ان محمد كان بيخاطر بكل حاجة ان هو عاوز الخمس دقايق عشان يبتدي الجيم الرابع كويس ويحاول يخلص المباراة على اربع جيمات لان لو كان وصل لتوقل كان بنسبة كبيرة جدا هيكسب هل في الوقت ده فكرت التفكير ده وقلت هتعمل ايه في بداية الجيم الرابع مية في المية انا قلت خلاص انا الجيم التالت بعد ما خلصت وقلت انا خلاص معايا من ومانتم انا محمد تعبان وانا هستغل ده في الجيم الرابع لما لقيت وخد كده قلت احنا هنبني من اول وجديد تاني هنرجع تاني متستعجلش فكرت في ايه بقى بالزبط في الوقت ده فكرت ان انا عالي ما تستعجلش انك تلعب قدام العب وراء تاني ابني الاساس صح الاول خلي محمد يتحرك كتير عشان تتعبه من اول وجديد لو كنت حسيت ان هو تعبان من التالت وخطفت بسرعة هو كان عشان هو بيخط راكتر مني كان هيستعب اكيد مصبت خليه اسألك اخر حاجة سؤال مهم جدا اللفتة اللي انتو عملتوها اليسين هماد كوريتم وانا كنت بتكلم مع الكابتن دوركم مش بس جوه الملعب لكم ابطال ونجوم والناس اقفلكوا وقت الفوز لكن اميتكم في الاحساس بمجتمعكم بشكل عام قولي اللفتة دي في مين اللي فكر في عملتوها ازاي بصراحة استاذة سحر مصطفى هي اول واحدة كلمتني قبل البطولة قالت لي اتمنع تلبس تشيرت ازاي دي وقلت لي لا لا امان ازاي دايب اشرف لينا وبصراحة كابتن عمد ايريتم يعني كابتن اشرف عارف هو اديه عليه فضل كبير لناس كتير حقيقة لناس كتير والله والله في ظهرهم ما في حد بيتكلم علي اوب غير كويس ده قد ايه هو راجل عظيم وابنه انا بصراحة ما عرفوش شخصيا كويس بس كل ما اشوفه لايه ولد بيت حكوا بشوش ده باتل بريتش اوب بنت عشر ولد جميل 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 علي انه ولد جميل ومحترم علي حقيقة شرفتنا ونورتنا واتمنى لك دايما كل التوفيير دايما موفق ان شاء الله معلش انا اخد حضني تاني بس الف مبروك يا حبيبي